التساع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نصر السادس من أكتوبر عام 1973 هو اليوم الذي حولت فيه مصر الجرح وألمه إلى طاقة عمل عظيمة عبرت بها الحاجز الذي كان منيعا بين الهزيمة والنصر وبين الانكسار والكبرياء وخلال كلمته بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد خلال الندوة التثقفية للقوات المسلحة شدد الرئيس السيسي على أن في هذا النصر الفريد ما يستوجب الوقوف أمامه لسنوات بل لعقود وعقود للتعلم والتدبر كما أكد الرئيس السيسي أن سيناء أمانة غالية في أعناق جميع المصريين بعد استعادتها وتقديم تضحيات جليلة من أجلها وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تعمير سيناء وتنميتها بما يتناسب مع طموح المصريين للوطن مشيرا إلى تضحية أبناء مصر الذين سالت دماؤهم فوق هذه الأرض الغالية سواء لاستردادها من الاحتلال أو لتطهيرها من الإرهاب عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع ممثل ثلاثين من الشركات الهندية الكبرى جاء الاجتماع على هامش ملتقى الأعمال المصرية الهندية المنعقدة في شرم الشيخ بحضور ممثل ألف ومئتي شركة هندية في القطاعات المختلفة حيث أشهد مدبولي بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والهند مشيرا إلى أن العلاقات قد تعززت بشكل كبير عقب التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية كما أكد مدبولي أن مصر والهند سيكون بإمكانهما تحتمي ظل التجمع البريكس تعزيز شراكتهما الاقتصادية مشيرا إلى أن الهند تعد واحدة من أهم البلدان المستثمرة في مصر وأشهد مدبولي باستعداد عدد من الشركات الهندية بزيادة استثماراتها في مصر استنكرى المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية والذي يضم 42 حزبا سياسيا استنكرى بيان البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن نائب تيسير مطر أن مصر دولة مستقلة وترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية كما ترفض أي إملاءات خارجية مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي يتحدث للأسف بلسان أهل الشر وجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها وأن سجل البرلمان الأوروبي في التعامل مع مصر سجل مشبوه وأشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أن مصر لا تنتظر دروسا من أحد وأن انتخابات رئاسة الجمهورية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة أدان البرلمان العربي بشدة بيان البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات مصر الرئاسية معربا عن رفضه التام لكافة أشكال تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية مؤكدا تضمنه الكامل مع مصر ضد أي تدخل يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند على أي حقائق أو معلومات صحيحة بينما تسعى فقط لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية وطلب البرلمان الأوروبي بالكف عن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية لكونه يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأكد البرلمان العربية أن مصر لديها انتخابات نازيهة ومؤسسات دستورية وقضائية رصينة وعريقة تقوم بتطبيق القانون وهي كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونازيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري الحقيقية أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية ستحاد شاب فلسطينية برصاص مستوطن إسرائيلية في بلدة حوارة جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية لارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال أقل من 24 ساعة إلى 4 شهداء وأفادت جمعية الهيل الأحمر الفلسطيني بوصول الشاب لابيب محمد ضميدي 19 عاما مصابا برصاص مستوطن في الصدر وحاولت التواقم الطبية إنقاذ حياته إلا أنه استشهد متأثرا بجراحه الحريقة وأشار توكلة الأنباء الفلسطينية إلى أن الشاب أصيب بالرصاص خلال تصد المواطنين الفلسطينيين العزل في بلدة حوارة لهجوم شنه عشرات المستوطنين على منازلهم وممتلكاتهم بحماية جنود الاحتلال أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستضيف قطاعات إلى جدار حدودي يهدف لعرقلة التدفقات القياسية للمهاجرين من المكسيك باستمرار لسياسة تبنها الرئيس السابق دونالد ترامب وكان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها بايدن بعد توليه منصبه هو إصدار إعلان تعهد فيه بعدم تحويل المزيد من أموال دافع الضرائب الأمريكيين لبناء جدار حدودية فضلا عن مراجعة جميع الموارد التي تم تخصصها لهذا الغرض وذكرت الإدارة أن الإجراء الذي اتخذته لا يتعارض مع إعلان بايدن لأن الأموال التي تم تخصصها خلال ولاية ترامب عام 2019 يتعين أن يتم إنفاقها الآن أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات روسية مضادة للطائرات دمرت خمسة طائرات أوكرانية مسيرت فوق منطقة بيلغورد بالجنوب وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى تدمير الطائرات المسيرة دون تقديم تفاصيل عن أدرار أو ضحايا رياضيا أعلن البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجاري والذي يتخلى له إقامة مباريتين وديتين أمام زنبيا والجزائر يومي أثاني عشر وستش عشر من أكتوبر الجاري بدولة الإمارات ويأتي المعسكر في إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم وبطولة كأس أمم إفريقيا الفين واربعة وعشرين بكوتفوار